ما يتعلق بوالدتك أنها مريضة في السكر و ما تستطيع المحافظة على الطهارة و تترك الصلاة بحجة عدم استطاعتها أختي الفاضلة أقولي للوالدة أنها تتقل الله عز وجل و أن تعلم بأن دين الله يسر و لله الحمد و المنه دين الله يسر و لذلك الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها و نحن في هذا البرنامج كثيرا ما نتكلم عن صلاة أصحاب الأعذار و كيف يتعاملون و كون ينزل معها هذا ليس مسوّغ لها أبدا أن تترك الصلاة يجب عليها أن تصلي و لو كان ينزل معه لكن دائما أقول أنا من ابتليه بسلس البول بالاستطلاق بشيء كيف يتعامل مع الصلاة إذا جاء يصلي يتوضى الآن الوالدة حبت أن تصلي الآن مثلا تتوضى و تدخل في الصلاة و تضع شيء واقي من نزول الأكرمكم الله الشيء هذا على البدن أو الثوب أو البقعة تصلي عليه و تصلي لو نزل معها أثناء الصلاة ما عليها شيء حتى لو نزل معها أثناء الصلاة ما عليها شيء الجريمة و الخطأ أن تترك الصلاة لمثل هذا الأمر الله عز يقول فاتقوا الله ما استطعتم الصحابة رضي الله عنه كان يصلون و الدم ينزل جراحاتهم الدم و القيح بالمعارك ما يتركون الصلاة ما يتركون الصلاة و لذلك عندنا في الفقه ما يسمى بفاقد الطهورين الإنسان لا يستطيع التوضى بالماء و لا التراب يصلي يصلي ما يترك الصلاة صلاة أصحاب الأعذار عندنا في الفقه موجود وهم مثل هذه حالة الوالدة قولي لها لا يجوز لها أن تترك الصلاة بمثل هذه الطريقة